نعم ونستضيف سوزان الحسيني مؤلفة كتاب لقمة هنية هي طاهية ومقدمة برامج الطبخ ومهتمة بالأكل الصحي يا هلا فيت سوزان معنا يا هلا فارمي لقمة طيبة لقمة طيبة ايه وهنية كمان وهنية يعني هي طيبة وهنية وصحية اكيد اكيد ما في شك يعني سوزان تي موجودة معنا اليوم لان مثل ما تشفتي في الفقرة اللي قبل تكلمنا عن آلام البطن المختلفة وكيف تصير ومعظم الناس تعاني من هذه الألام والمغصات من وقت لآخر اذا تكلمنا عن مادة معينة في جسم الإنسان او في بعض المكونات اللي هي البرو باياتيك مازمي حابين نتكلم معاش عن هذه المادة فايدتها وين نحصلها لماذا هي مهمة لعملية الهضم في جسم الإنسان اوكي هلا أنا اوشي عشان يعني بارك الله في كل الدكاتر اللي كانوا موجودين ماشاء الله عليهم أنا بدي الناس تاكل أكل مغزي عشان ما تروح لعند الدكاتر أو تروح على المستشفيات أنا بعتبر أنه أحلى دواء للإنسان هو الأكل هو المادة اللي احنا بناكلها وبتغزينا فنحاول نمتنع على كل الأدوية وكل اللي روحات لعلى المستشفيات من خلال أكلنا الصحي أكيد أكل الصحي ومش كل شيء أنا بسميه أكل هلا فيه أشياء كتيري بتتاكل بس ما بقدر أسميها أكل يعني مفيد البرو باياتيك طبعا هلا صارت الكلمة الدارجة وبيحطوها بكل شيء أيام زمان فيك تقولي كل شعوب العالم كانوا يعرفوا هالشيء بدون ما يسموه برو باياتيك ما حدا كان يعرف فيها هالكلمة البرو باياتيك مجرد تخمير للأكل يعني live bacteria باكتيريا حية تدخل الأكل أيام زمان كانوا يعملوا شيء ليحافظوا على الأكل مثلا الخيار ينكبس اللبن الزبادي يصير من حليب هلا لو الحليب ضل زي ما هو طبعا ما راح يضاين يخترب فيحطوه له الباكتيريا عشان يتخثر ويسلب بالزبط فهاي عملية تخمير هي الباكتيريا الحي اللي بيكون عايش بالأكل اللي مغزي وطبعا مفيد للهضم وكتير مفيد للمعدي وللواحد يكون صحته يعني دايما جيدي مع الأكل الثاني اللي بياكله مهم جدا فموجودي بالألبان طبعا الكل بيعرف انه بالألبان موجودي بشراب اللبن اللي احنا بنشربه في بلادنا طبعا هو معروف هل عارتا سوزان يكون مكتوب على العبوة انه يحتوي على البروباياتيك ولا هو اللبن بالشكل العام أصلا يحتوي عليه بسبب التخمير تعرفي هو المشكلة انه في كتير من الأشياء اللي مصنعة هلأ ومصنعة في برة بيحطوا فيها الباكتيريا فيه أنواع باكتيريا يعني هني بيحطوا الإشي المعين اللي بدهم إياه بس مش باكتيريا حية نعم فلا يضمن هالشي الواحد يعمل اللبن بالبيت أنا من المؤيدين ما في أسهل مننا سخني حليب حطي شوية لبن حركي فيها معنا بقى الحياة السريعة الحين اعتقد يمكن شوية ناس يستغربون هذا الشيء لا بالعكس دايما فيه مجال وفيه وقت للواحد أنه هذا شي مهم أنت عم بتحطي يعني أكل في بطنك مغزي وانت مسؤولي عنه للأسف كمان الأمراض اللي عم بتصير هلأ في مجتمعنا للأسف بقول نتيجتها أنه احنا فقدنا الصلة بيننا وبين الأكل يعني مجرد احنا بس مستهلكين بالضبط يعني مننتظر ليجينا أكل من بره مننتظر لحد يجيب لنا أكل مننتظر لحد يحط لنا بروبيواتيك بالأكل أيام زمان كان كل هذا موجود يعني مثلا إلا أجبان اللبن الزبادي اللبني اللي موجود أنا ركزت على المطبخ العربي هون أنه مطبخنا غني بالحديث عن المطبخ العربي سيزان يعني دائما الناس يتسابقون إلى شراء يعني مركات معينة بسبب يقولونها أحسن وتحتوي على هذه البكتيريا الحية ومفيدة أفضل لكن إحنا أكلنا العربي والشرقي يحتوي عليها أصلا طبعا وإنتي حافة تتكلمنا هنا أكيد أنه أنا هذا يعني هاي رسالتي أنا على طول يعني أنا أكيد أنا بعشق المطبخ العربي وبعتبره من أرقى المطابخ مش بس إنه طيب طبعا وزاكي وإحنا منحبه بس كمان مليء بالمكونات المغزية فأنا بحب دائما أصلت الضو عليه وكمان بحب أصلت الضو على اللبن اللي موجود بالأسواء اللي بيكون منكه بالفواكه والسكر فأحب كمان أصلت الضو على اللبن هذا حتى لو حطوا فيه بروبياتيكس يعني كمية السكر اللي فيه هاي علبي صغيري اللي بتنشرها للأطفال فيها 26 جرام سكر نفس الكمية اللي موجودة في كباية مشروب غازي يعني التسع معالق صغيري سكر تسع معالق صغيري سكر والمشكلة اللي راح تقدوننا مفيد هذه المشكلة أنه يحثون الطفل على الأكل مزيد والمزيد منه مزبوط ما يعرفون يعني هذه المقارنة اللي عملتها الحين مخيفة مخيفة يعني الولد عم يأكل سكر يعني اللوح شوكولاتة أحسن له فإذا بده الولد يأكل لبن وبدك تعطيه شي حالي معه أعملي لبن طازج بالبيت وأخلطي معه شوية فواكه وبيأكله بيأخذ السكر المفيد بيأخذ الألياف المفيدة بالفواكه وبيأخذ كمان البروباياتيك هذا البكتيريا الحي بس أنت عارفت فيه شو اللي عملتي هاي مثلا كمان أنا بحب أتفنن بالأكلات يعني هاي لبني نفس اللبني هون خبز محمص مع شوية زيت زيتون لبني بندورة أو طماطم وشوية زعتر وحب رمان يعني أي طفل هاي بتغري من الألوانها أول شي من الألوان ومن الشكل يعني بالضبط البتيت بالضبط مرات أنت بس بديك يتغيري بشكل الأكلي لا ترغبي الإنسان يأكلها وخاصة الأطفال وأنا كتير كتير بهتام منه الأطفال يعني ما ينسلمهم كل شي يعني مثل ما هني بدون عشان الأمور صارت سهلي والأكل هذا اللي مصنف ومصنع بره أنا ما بسميه أكل أصلا ما بيستحقها الكلمة هذا مش أكل يعني هذا سموم بالنهاية الواحد يتجنب المطبخ الغربي المصنف ومصنع مش أصدي الأكل الصيني والطلياني والفرنسي هذا طبعا أكل جيد اللي بينطبخ مظبوط بس الأشياء اللي بتيجي معلبي بالكارتوني مجلدة معلبة ومجلدة وفيها مواد كيمائية وبيدخلوا فيها بروبياريكس وبيحطوا فيها أشياء مشان يرغبوا الإنسان ياكلها بس معظم الأشياء اللي بتكون مغلة فيه ناقصة هذا الباكتيريا الحي فالواحد بيقدر يسيطر هالشي بالبيت بتعرفي أيام زمان كانوا يكبسوا الخيار مظبوط المخلل وهاي كمان هون مظبوط الخيار البيتنجان المكدوس عبارة عن مي وملح والبيتنجان أو الخيار بيحط بمرتبان وبيتسكر عليه وبينترك على مدة 6 أسابيع وبعدين شو بيصير؟ الباكتيريا بتعيش فيه بتطلع فيه وبعدين طبعا بينكبس أو بتخلل وبعدين بيصير أكلي طيبي بيضاين طول السنة للشتوية كانوا يعملوها لها السبب أي أهل زمان وبعدين مفيدة للهضم وهذا بروبياريكس بدك أكتر من هيك بروبياريكس؟ هذا يمكن التعريف المناسب للبروبياريكس أكيد وطبعا مطابخ العالم قل شعوب العالم عندهم نوعا ما طريقة لتخمير الأكل وعارفين من زمان إنه مفيد بس ما عارفين شو يسموه مثلا اليابان في عندك ميسو الميسو بيست اللي معمول من سويبين تخمير السويبين الشربة الميسو بعد لذيذة بالضبط هاي بتنضاف على الشربة على الماي وبنحط لها أشياء تانية بس هاي أساسها بعدين عندك الكوريين عندهم أكل اسمها كيمتي اللي هي طبعا ملفوف ومكبوس وبعدين إلها يعني بهارات معينة وحرة والألمان عندهم الساور كروت اللي هو مجرد ملفوف وملح فطلع على كل شعوب العالم بتلاقي إحنا مليان عندنا هالأشياء هاي كمان نتيجة مليان حتى الكشك كنت بتعرفي بالكشك أكيد هذا مجرد لبن مخلوط مع برغل بيتنشف بالشمس بالهوى وكمان بيصير عملية التخمير وهذا كمان مغزة فالواحد ما يبعد كثير على المطبخه نعم يعني حابين نتكلم ونسترسل أكثر بس ما شاء الله عليك يا سيزاني يعني كافيت ووفيتي عطيتي معلومات المهمة والمفيدة تسلمي وطبعا بعد الهوى يعني أنا صراحة الكريستينيز واللبنة يعني حابة ذوقهم على الهوى يعني لأسف حنا فقراتنا انتهت وحلقتنا انتهت بس شاكرين وجودك معنا جزيل الشكر وكتابك أكيد لقمة طيبة مع سيزان شكرا حابيتي يعني ننصح الكثير أن يرقون نظر علي شكرا أكيد بيستفيدون وعلي شكرا وأنا إلي الشرف دائما أكون هون موجودة بيناتكم مع أهل أبو ظبي طيبين دائما أنا شاكري لاستضافتكم لنا لقاءات أكيد متكررة شكرا جزيلا ومشاهديننا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج كيف الصحة نشكر كل الضيوف اللي شاركوا وياننا وللتواصل عبر البريد الإلكتروني كتقدرون تتواصلون من خلال الإيميل اللي طالع تحت الشاشة أو على الشاشة وإذا حابين تتابعون هذه الحلقة وأي حلقة طافتكم عن طريق الموقع الإلكتروني www.adtv.ae نشكركم على حسن المتابعة ومع السلامة أعطيتش ألف ألف عافية